طيب خلينا نروح للكومنتس والكومنتس هي أكثر ناس بتخربط فيها كثير 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 في ناس تخربط بالكومنتس راح كلكم إياها بطريقة مختصرة جدا باختصار شديد الكومنت اللي أنا بدي أعملها لازم تشرح الإشي اللي أنا بسويه بالضبط في حال كان لازم أني أشرحه كيف يعني خلينا وضح لك الموضوع أكثر على سبيل المثال لو شفنا سيف الاكتيفاشن لوج تمام احنا اطلعنا عليه اوكي سيف الايميل اكتيفاشن لوج انت ممكن يكون الموضوع مش كثير واضح بالنسبة لك أو على سبيل المثال الداتا اللي راح تتسيف في الداتا بيس كيف راح يكون شكلها انت مش كثير فاهم هذا الموضوع تمام شو ممكن احنا نعمل نيجي نحكي له بالايميل زي هيك تمام نحكي له this email سيف البيلود يعني اللي هي الداتا كاملة اللي جاي من الايميل لبروفايدر زي مثلا جوجل سيف البيلود فرم جوجل اس جيسون ان داتا بيس بوضح له بالضبط هاي الاشي شو بيعمل تمام ليش لانه ممكن الايميل نفسه ما يوضح هذا الحكي يعني ممكن الشخص اللي بيقرأ هذا الحكي ما يفهم كيف الداتا جاي لكن هل الايميل اكتيفاشن محتاج اني انا افتفي يعني ممكن احكي له وكثير هاي الغلط بالذات هذا وكثير بغلطو اني email activation to activate على سبيل المثال email after user register ما هذا الحكي فيش داعي له يعني انا كل التعليق اللي كتبته ما فيه له اي داعي ليش لانه الايميل اكتيفاشن واضح جدا شو بيعمل اكيد هو بيعمل اكتيفاشن للايميل فما فيه داعي اكتبه لا والالعن من هيك انه فيه ناس تيجي تحكي لك هان to connect database مثلا هان to send email ما فيه داعي الاساسا الكود اذا انت كتبت هيك معناها الكود تبعك ما بشرح نفسه لكن الكود لما يكون clean معناها الكود لازم يشرح نفسه تمام الكود بتستعمله زي ما حكتلك في حالة انك انت بدك تعمل اشي او انت عامل بالكود اشي مش اي شخص بفهمه او انت مستعمل library مثلا غريبة بدك تشرح للشخص ليش انت مستعمل هاي library على سبيل المثال في library مرة انا استعملتها يعني ضغطيك مثال واقعي في library استعملتها بتفحص محتوى اه الملف نفسه قبل الرافع ليش لانه فيه اشخاص بعض الاحيان بيغيروا محتوى الفايل نفسه بيخلي الامتداد تبعه صورة عشان السيستم يقبله لكن لما انت ترفعه فعليا هو بكون مثلا اه 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 اصيغة اكسل بس و رافعك صورة فهمت كيف؟ فانت تتأكد من المحتوى الداخلي هالله هو فعليا صورة ولا اه امج فكان اسمها كثير غريب اللي انا استعملتها كان اسمها بجوز اي اكس اشي زي هيك فانا ابدأ وضح للشخص اللي راح يشتغل بعدي احكي له الايش هاي مثلا بحكي له هانا اي اكس اي دي اه this library from google مثلا to validate مثلا الفايل كونتنت فهم كيف؟ يعني بشرح له اياها شو هاي اللي اللي بتعمل لاني ما بدي بدي اياه يقعد يدور ورا اللي بري هاي شو بتعمل ويفتح وراها ويقرأ عنها على الانترنت انا باختصرها عليه في جملة بسيطة جدا وضحت هاي الحالات تستخدم فيها الكومنتز اما غير هيك ما تستعمل الكومنتز طبعا لا تركز عرض لاني هذا الكاتب انا بس عشان امثلك انه في كود هنا بنعمل فقط لا غير